معانا تليفون تاني ايوان مسائل فل انا نهال عمر طبعا يعني فنانة كبيرة وموزيع كبيرة يعني غني عن التعريف ازاك يا محمد ازاك يا نهال ازا صحتك عاملة ايه محمد فنان عظيم ربنا يخليك احساس عالي واستاذ محترم خدوم يعني كان له اطوار كتيرة مع فنانين لا لا حقيقة هو حد محترم جدا وعملنا مع بعض سكة الهلال ايوان من ادوار الجمدة جدا ليا بس عملنا قبل سكة الهلال يعني هال يعني نتعرف مع عملنا السعيدة مع ايام الغضب حسن بشير الله ارحمه ارحمه وايام الغضب اممال اممال اعملنا كتير مع بعض الحقيقة من اول ما التقينا مع بعض وكانت في البدايات بتاعتها انا كنت معجب بها جدا لانها من الاول بدايتها ممثلة متمكنة كأن عندها خبرات وهي كانت فجأة يعني انت مش هتلاقي نهال من زمان قوي انما تلقت يعني هي زهرت كبيرة زهرت اه انا زهرت يعني كنت تدور الام كان وقت مني كتير لا اقصدش حضرتك لا اقصد كبيرة في الموهبة يعني يعني طلعتي وانتي شطرة اصلا اه اه ايوة يعني عادي نغة العربية يعني اللي عادي بتاعنا العاملية بيعملها اه تقدراني هيعمل فلح هيعمل ايه سر هيعمل خير هيعمل يعني هو عارفة جوكر في الوسط الفني الجوكر ده بيبعباره عن ايوة ممثل يعمل جميع القدوات وهو محمد من النوع ده يعمل اي دول ويتقنه يعني يعملوا على اعلى مستوى صراح بنا خليك يا نهال ربنا لا هو ما انا بتكلم بجامل انا بتكلم بجامل واضحة وصريحة انا مش النوع اللي بجامل وكان ليه الحقيقة الشرف اشتغلت معاها في اكتر من عمل وفي عمل كانت طالعة اختي كن عمل صعيدي ايوة يعني الحقيقة عملنا حاجات متنوعة وبعدين هي غير كده بقى كمان في هي لطيفة وروحة حلوة اصلا لأ ولما دخلت كمان النقابة كعدو مجلس ادارة كانت من الناس اللي قدمت خدمات كتير للأعضاء خاصة في المشروع الطبي لان هي كان على قطع يعني الحقيقة بتنزل ربنا وفاك يا محمد ربنا نجاح دايما وربنا ديك الصحة ويخليك لينا ودايما بتقدم والنجاح والاعمال الكتير الجامدة اشكرك اشكرك وربنا خليليك ابنك ووفاك دايما نهال شكرا يستاذا نهال مرسي على اتصالك وزوئك